فاض ذكر الله أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقى كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان الذي يتيكم كل يوم عدى الجمعة والسبت في رمضان من 25 دقيقة حتى السادسة وعشر دقائق وبعد رمضان طبعا عندنا إجازة الحمد لله رب العالمين في ناس هنا بتصور أهرب أهرب عندنا إجازة بعد رمضان أتوقع ما عرف كم شهرين ولا ثلاث ولا أربعة شهر حسن أقولنا ثلاث شهور أربع شهور الإجازة بسمع لي عندنا أجازة بعد العيد شهر ثم نرجع إليكم طبعا خلال هذا الشهر ستكون البرامج من رحيق الإيمان إعادة صح ولا أنا غلطان نفس التوقيت من خامسة ونصف حتى السادسة ونصف شوفوا أنا رح أشتاق رح أشتاق رح أشتاق لمكالماتكم الطيبة رح أشتاق لمكالماتكم العطرة رح أشتاق لحسن أخلاقكم وجود عطائكم رح أشتاق والله العظيم حتى لمهمس أصواتكم وعبير من أخلاقكم الطيبة لكن هذه حال الدنيا هذه حال الدنيا النهار لو بقي سرمدا لمل الناس والليل لو بقي سرمدا لمل الناس مرحبا بكم عندي مسألة عندنا هنا يعني حتى عندي دائما في كل موقع في عندي شاب أحب الجلوس معه مثل الأخي اللي وارى الكاميرا واسمه بقول اسمه وعندي شاب في العائلة كذلك أحب أن أجلس معه بس متى أحب أن أجلس معهم بصراحة متى يوم يعتريني الهم يوم أكون مهموم هي يوم مو لأنه بنادول ولا لأنه خافض حرارة ولا نغير القدر احنا دائما نضرب مثال بعود الكبريت للشر يعني شو يقول لك عود الكبريت هي استطيع أن يحرق غابة عود الكبريت شجرة تسقط فعود الكبريت دائما نضربه بالشر لكن عود الكبريت يشعل ألف شمعة عود الكبريت ينير منزلا بأسره بعض الناس كعود الكبريت شرارة خير لا شر بمعنى تجد كأن الله أعطاهم موهبة السعادة مثلا بعض الناس عنده موهبة الكلام بعض الناس عنده موهبة الصناعة بعض الناس عنده موهبة صناعة السعادة بمعنى آخر عقول الناس موائد عقول الناس موائد أنا لا ينفع أجلس كل يوم مع مفكر ما ينفع أنا كل يوم أجلس مع داعية ما ينفع والله ما ينفع ما ينفع أنا كل يوم أجلس مع مهرج ما ينفع أبدا لأن كأني أنا آكل كأني أنا آكل فعقل الناس عبارة عن ما إذا أنت يجب أن تنوع يوم تجلس مع مفكر يوم مع داعية يوم مع رجل الاقتصاد يوم مع رجل عائلي يوم مع رجل كبير في السن يفيدني واستفيد وأغتني بما يقول وأغتني بما يقول فالشاهد من الأمر بما أن عقول الناس موائد لابد أن أستغني منها وجب علينا أن نتكلم عن أناس يصنعون السعادة هؤلاء الذين يصنعون السعادة تجد أنت رغم ما يعانون إلا أن كلامهم فيه مزاح طريقة تعبيرهم عن ما داخلهم أنت تضحك كل واحد عندنا في العالم موجود هذه الشخصية كل واحد عندنا الآن فكر أنت و أنت تسمعني وتأمل منه هذا اللي بس يتكلم أنت تبتسم لو تكون مهمو تحب تسمع له من هذا؟ كل إنسان موجود الشاهد من الأمر حلقة اليوم عوده الكبريت يا سادة كن أنت دائما اجعل لك مثلا أنك لا تجعل على القلب هما انسى همك الحين جميل منك أن تتصدر في العائلة أن فلان لا يجعل على القلب هما جميل منك أن تتصدر بين زملائك أن فلان لا يجعل على القلب هما ولا غما كيف نصل لهذه المرحلة؟ يا سادة ليس عبثا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله أن تدخل السرور على قلب مسلم ما هو عبث قالها صلى الله عليه وسلم؟ ما هو عبث علمنا إياها عليه الصلاة والسلم؟ ليه أحب الأعمال أن تدخل السرور على قلب مسلم؟ نحن طيلة اليوم نكدح ونتعب ونصاب بالهم والغم نحن طيلة اليوم يلتقي بنا سيء الأخلاق يلتقي بنا سيء الأخلاق ويلتقي بنا رجل صاحب خلق ويلتقي بنا رجل نكدي ورجل عبوس نحن كل يوم نلتقي بأناس يصطدمون معنا فنتجاوز أو نتصادم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال الله أن تدخل السرور على قلب مسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صانع الابتسامة هذا الذي أريده اليوم أنا هذا الذي أريد أن أتكلم عنه صانع الابتسامة من هو؟ هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تبسمك في وجه أخيك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة هو الذي أراده الإسلام هو الذي أراده الإسلام هو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه عمر سأتكلم بلهجة عمية اسمع عمر بالخطاب لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كل زوجاته هجر كل زوجاته سمع عمر بالخطاب قال أردت أن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أزيل هم الذي في قلبه هذا الذي أريده منك اليوم اسمعني أتكون عنوان ومفتاح لإزالة الهم عمر بالخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر كيف يزيل الهم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ترى إزالة الهم مو بس فلوس صحي يتزيل كل هموم الفلوس ها تزيل كل هموم ها وليست إزالة الهم تعطيني مرة محشش مع لا انظر لتفكير عمر بالخطاب هذا محمد صلى الله عليه وسلم انت تعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقع في هم وعمر بشر يفكر إزالة الهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم عن رجل نبي ينزل له الوحي من السماء لو رفع يديه إلى السماء لنزلت الطمأنينة والسكينة عليه أنا أتكلم عن رجل هو أصلاً يعلمنا كيف نزيل هم والغم ووقع هو بالهم صلى الله عليه وسلم تصوأ أنت معي هل تظن عبثاً أن الله عز وجل أوقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ مع حاشاه وأنه مراداً يعلم كيف نتعامل نحن دائماً نأخذ هذه القصة أنا و أنت دائماً نأخذ هذه القصة نأخذها لجواز هجر الزوجات تعالي القصة الثانية جواز إضحاك جواز صنع الابتسامة جواز أني أنا أدخل على المهموم حتى أضحكه فعمر بن الخطاب كان يفكر كيف أزيلها من نبي فدخل عمر بن الخطاب فأتكلمها باللغة قال عمر في ضمن الكلام أترجمه لك في لغتنا يعني إحنا يا رسول الله كنا في المدينة حاكمين حريمنا حاكمين و قادرين عليهم في المكة كنا نقدر على الحريم كلمتنا لا تتعدى كلمتين فلما أتينا المدينة تمردت نساؤنا تعلمت نساؤنا من نسائهم فضحك صلى الله عليه وسلم يعني هو شو يقول ترى نساء المدينة قويات علموا حريمنا يتقون علينا و حريمك اتعلمني يا رسول الله من نساء المدينة فضحك صلى الله عليه وسلم الشاهد من القصة أنه شوف كيف عمر رضي الله تعالى عنه فكر كيف أضحك محمد صلى الله عليه وسلم فكر كيف أضحك محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لنأخذ سنة عمر في هذا كيف فكر أن يزيل الهم و يضحك محمد عليه الصلاة والسلام وهو نبي إذن كأن صناع الابتسامة لو سألتك سؤال من هو عمر عمر الذي يخاف إبليس منه عمر الذي يخاف إبليس منه عمر الذي لو سلك طريقا لسلك الشيطان وغيره عمر كانت تهابه العرب العرب كانت تهاب عمر رضي الله تعالى عنه ومع هذا صنع الابتسامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن في كل أسرة نحتاج لعود الكبريت هذا الذي يشعل المنزل و يشعل البيت كن أنت ألا أريد أن تتصدر للأمة على الأقل كن في بيتك اصنع وكن عودا من الكبريت لبيتك تشعل النور لأسرتك لا أريد منك أن تكون مهرجا ولا مضحكا ولا أريد منك أن تستهزع على الناس لكن أريد منك أن تكون كيد الله على قلوب الناس أريد منك أن تكون كيد الله على قلوب الناس تزيل الهم والغم يوم أشوفك أبتسم يوم أشوفك أنسى همومي وأرميها في الطريق لا أتذكر أي هم حينما رأك إنما حينما رأك أبتسم كن هكذا يا سادة صناع النكد كثر صناع الموت كثر صناع الدمار كثر لكن صناع الابتسامة أتحداك لو سألت عدد لي أناس يصنعون الابتسامة على محياك دع المهرجين أنا لا أتكلم عن المهرجين أنا أتكلم عن صناع الابتسامة الذي يحفظ الوقار ويزيل الهم لو سألتك كم رجل عندنا في محيطك في الإعلام تعتبرهم أنت من صناع الابتسامة كم رجل هنا أنت ستصمت فعلا كم رجل عندنا من صناع الابتسامة يا سادة دينك يأمرك بصنع الابتسامة مع أهلك مع أمك مع زوجتك مع أبنائك دينك يأمرك أن تزيل الهم والغم عن المهموم والمغموم بالابتسامة فهل يعقل أنت إلى الآن لم تحسن صناعة الابتسامة أنا لا أريد أن أطيل عليكم في المقدمات لأن اليوم آخر حلقة من رحيق الإيمان وسنغيب عنكم حوالي شهر لهذا اليوم سأفتح المجال للجميع أنا قبل أن أأخذ المكالمات بقولكم حاجة وأتمنى تحفظوها أنا بشر وسيم يوسف بشر أنا كل يوم أستفيد معلومة كل يوم أقلب صفحة من حياتي ومن الكتاب الذي أقرأ كل يوم أجلس في مكتبتي أنتقل بين كتاب وكتاب فأزدد علما وأتراجع عن مسألة هذه حياتي إذا رأيتم مني في يوم الأيام سوء خلق فتجاوزوا عنه فأنتم أهل لهذا الأمر وإذا رأيتم مني خطأ فادعوا الله لي أن يرشدني للصواب فهذا أولى وإذا رأيتم مني ما أزعجكم فادعوا الله لي بالهداية وإذا يوم من الأيام في رحيق الإيمان رأيتم ما جعلكم تحزنون فسامحوني فأنا بشر يا سادة رجل يتكلم رحيق الإيمان الحلقة اليوم وش رقم الحلقة اليوم وش رقم الحلقة شباب 550 حلقة اليوم أنا تكلمت في رحيق الإيمان لوحده 550 ساعة 550 ساعة أرجو هذا أن تحسبوه في قرارة عقولكم في رحيق الإيمان دعك من وحي البيان دعك من القول الفصل دعك من أفتوني في رؤياي دعك من رؤيا دعك من رواعي التبيان دعك من كل برامج الذي فعلته خلال 15 سنة أتكلم فقط عن رحيق الإيمان تكلمت 550 ساعة أنت لو تكلمت فقط في الطيارة 8 ساعات مع زميلك تتكلم بتواصل أتتوقع أنك لأن تخطئ في اللغة في القرآن في مسألة في رأي تتوقع ما تخطئ فما ظنكم بالعبد الفقير الذي أمامكم 550 ساعة تكلم في هذا البرنامج فقط 550 ساعة وكل يوم كان عندنا حلقة بعنوان إما أن ننير طريقا أو أن نرفع خلافا أو أن نستنير بالوسطية فأنا أريد أن أقوله لكم تجاوزوا عما رأيتم مني فأساءكم في النهاية أنا بشر وأنا أحب دائما أن أختم الحلقات ما قبل الإجازة في هذا الكلام لماذا؟ حتى لا يكن أحد في قلبه على هذا البرنامج أو أنا أخوكم في النهاية أنا وسيم أخوكم أين سأذهب؟ نحن كلنا نرجع لأب واحد ولأم واحدة كلنا فأنا أخوكم شئتم من بيتهم فإذا رأيتم مني زلل فغضوا الطرف و أسألوا الله عز وجل لشانه لي الثباتة و السدادة و الرشادة و الهداية أسألك بالله إذا رأيت مني ما يخالف دين الله أسألك بالله أن تدعوا لي بالهداية فنحن بشر أنا أتكلم عن 550 ساعة أحببت أحبيت وأحببت أن أتكلم هذا الكلام بين أيديكم لأني أنا أحسن الظنبكم أحسن وأجزم أنكم ربما أرق مني وأفضل مني وأعلى درجة مني وأقسم على هذا وجزاكم الله عني خير أنكم تتحملون وسيم يوسف أن تروه على الشاشة 550 ساعة أشكركم من أعماق القلب أنتم سبب نجاح هذا البرنامج وأنتم سبب تألق هذا البرنامج وأنتم سبب تصدر هذا البرنامج في رمضان لأكثر برامج متابعة في قناة أبوظبي أشكركم جدا جدا وأتمنى منكم تتجاوزوا عني وسامحوني فيما بعد الإجازة وخلونا استمتع حياكم موسيقى 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 نعم نعم حياكم من معي السلام عليكم أحمد من الإمارات تفضل كل عام وانت بألف خير شيخ وانت بألف خير الله عزيك عنه وعننا كل خير إن شاء الله آمين سيدي مرحبا شيخ تسمح لي أن عندي سؤالين وطلب قل لي إن استطعنا أول سؤال صلاة الجماعة شيخ فيه إمام بترك مسافة بين قراءة الفاتحة للصورة القصيرة فهل يجوز إنه الواحد يقرأ الفاتحة قدر الشيخ أو مع الشيخ نعم بقول لك شيء أول شيء القراءة مع الإمام هو يقرأ تشويش عليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن ننازع الإمام على قراءته المسألة الثانية السكتة بين ولا الضالين وسورة جديدة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية صح؟ تمام لهذا بعض العلماء قالوا السكتة هذه ما وردت عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن اسمع أنت بين أمرين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أنت في الصلاة الجهرية مو مطالب بقراءة سورة الفاتحة وهذا الرأي الأرجح والراجح عرفت؟ أنت في الصلاة الجهرية مو مطالب بقراءة الفاتحة ليه؟ لأن الإمام قراءة كما قال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له ايه؟ قراءة فقراءة الإمام لك بالصلاة الجهرية يسقط عنك القراءة أنت أنت بس تسمع زين؟ هذا الحل الأول الحل الثاني بعض أهل العلم رحمه الله أجاز السكتة هذه ولا الضالين يسكتوا قال حتى يقرأ من كان من الوراء يقرأ الفتح ليه؟ لأن بعض الأئمة قال لا ما تسقط عنه قراءة الفاتحة لابد أنه يقرأ هذا الأمر سوى نزع بين المصلين رجل يعتنق المذهب الشافعي وآخر الحنفي وآخر المالكي وآخر مذهب الإمام أحمد يصلون خلف إمام الإمام ما يسكت ويشوش عليه وما يقدر يصلي فبعض الأئمة كان يرى أن السكتة هذه خلاص ونسكت الخلاف يقرأ لكن الراجح والأسلم والأصوب وجود السكتة هذه شيء حسن يقرأ به الإمام قراءة الفاتحة المأموم قراءة الفاتحة وإن لم يسكت الإمام وأنت لم تستطع القراءة فقراءة الإمام لك قراءة في الصلاة الجهرية واضح سيدي؟ واضح واضح مية في المية؟ مية في المية سؤال الثاني شيخ زكاة الفطر هل يجوز خواج الصدق في الفطر نقدا؟ وهل يجوز تحوله خارج الدولة أو لا؟ بداية زكاة الفطر الذي أجازه بنقدا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو القول الراجح في زماننا هذا قول الراجح في زماننا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من الشعير وكما جاء من الحديث ابن عمر وكفارة لما ربما يصيب الصائم بس ألك سؤال أنت الآن في دولة خير؟ اسمعني معي أنت؟ من عندنا في دولة الإمارات الجائع؟ صراحة يعني مش هل ما فيه ما بتحس الناس المعروفة أو بيننا لكن كم واحد يريد يشتري العيالة ملابس عيد؟ طبعا كثير أعلم لهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بجواز إخراجها مال الأسلم في زماننا هذا والأفضل في زماننا هذا فمسألة الإطعام شوف مسألة زكاة الفطر تختلف من مدينة لمدينة يعني بمعنى أخر لو كان مدينة فيها جوع وحرب نقول لا لا المال وش يفيد؟ شو تسوي؟ طلع ايه؟ طعام طعام أنت في مدينة مترفة وفيها الخير نقول لا والله الطعام وش يفيد؟ طلع مال علمت؟ وإخراجها خارج الدولة انظر لمن هم أفقر فإن كان أهلك أهلك أنت خارج الدولة صح؟ صح فلا بأس في إخراجها لفقراء تعرفهم من خارج الدولة طيب الله يجزيك الخير وهلأ موضوع الطلب نعم تفضل أسألك بالله يا شيخ أنا بحاجة رقمك أتواصل معك بعد البرنامج صفر خمسة صفر تواصلت معك على الواتساب مصر ليس شهر ليس أدرا حصلت والله العظيم ها ستة سبع آلاف وشيء اليوم فتحت الواتساب سبع آلاف فيمكن ما أجد دورك تحت الهوى يا شيخ لا يوم ضروري إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله محمد من ليبيا السلام عليكم وعليك السلام يا أخي محمد أعلى بك يا أخي أخوة سيد يا مرحبا أنا بيقول أخوة معك في البرنامج نعم الله يزيك خير تفضل يا أخي محمد نبي بس نبي نشكر الأخ في الكنترول الله يحفظ إن شاء الله الله يزيك سليم ها سليم والله ما باعقش بس اللي سقطة في المكالمات إن شاء الله قائد من المصراحة والله الكل بشكر فيهم ها ما شاء الله عليهم لا ما هو قزي حسن تعامل وحسن تصرفهم علينا الله يسلمك هذه الإمارات سيدي واجبنا حفظك حفظكم الله آمين عندي أربعة أسلة يا شيخ واسي ما شاء الله قول لماذا يقف الإمام في الجنازة على المرأة عند وسطها قيل بعض أهل العلم قيل أن الإمام يقف في جنازة المرأة عند صدرها عند صدرها قيل ليسترها فهمت علي؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا إمرأة نائمة وغطت نفسها بلحاف الكفان تبرز يبرز صدرها يبرز صدرها فكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يقف عند صدرها يعني يقف حتى يسترها لأن بعد ذلك ترفع لا يراها فكان يقف حتى يسترها قيل هذا والله أعلم وهذا اجتهاد هذا اجتهاد والله أعلم السؤال الثاني لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لأنه لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصبحت الصلاة واجبا في المسجد على كل أحد ومن لا يذهب للمسجد لكان عصى النبي صلى الله عليه وسلم علانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لو أذن حي على الصلاة حي على الفداح يعني تعالوا فأصبح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا لم يؤذن قط صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة و الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحترم أهل التخصص صلى الله عليه وسلم بمعنى لما شرع الأذان قال فأمر به بلال فإنه أندى صوتا منك شو يعني أندى صوت أندى أهل العلم قال أقوى يعني يصل أبعاد أميال فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدف منه والله أعلم فكل القولين يعني فيه يعني طيب والله أعلم سؤال الثالث لماذا سورة الإخلاص اسمها ليس من مضمونه هذه السورة الوحيدة التي خالفت سياق القرآن بأسره فكل القرآن كان سياقها من مضمونها إلا الفاتحة والإخلاص فأخذت صفتها فمثلا أنت ما تقول سورة الحمد تقول سورة الفاتحة لأنها استفتح فيها القرآن علمت؟ وتستفتح فيها الصلاة سورة الإخلاص لأنها حوت كل أصناف الإخلاص والعبودية لله قل هو الله أحد إخلاص أن الله أحد الله الصمد أن أنا الصمد أي تصمد له الخلائق في طلب الحاجات لم يلد ولم يولد إخلاص بأن الله لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفون أحد أي إخلاص لا شريك له لهذا جمعت إخلاص العبودية لله فسميت الإخلاص الرحمن والرحيم الله عز وجل ذكر هذه الصفة في كتابه أولا في سورة الرحمن الرحمن وثانيا في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى وعباده الرحمن وهو الغفور رحمه لأنهية الرحيم صفة يتصف بها العباد ورب العباد فالله عز وجل وصف نبيه قال بالمؤمنين رحيم وصف نبيه لكن لم يصف نبيه بالرحمن ليه؟ تجد في القرآن دائما كلمة الرحمن صفة الرحمن تسبق الرحيم صح أو لا لا؟ بمعنى أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم سبقت الرحمن الرحيم قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أيوة ليه؟ لأن الرحمن صفة عامة وأقوى من الرحيم بمعنى بمعنى يوم القيامة الله عز وجل في الدنيا رحمن رحمن صحيح يوم القيامة الله رحيم رحيم بالمؤمنين أيوة ليه؟ لأن يوم في الدنيا الله يرحم الكافر ويرحم اللي يعبد صنم يرزق الصحة والعافية والله يرحم اللي يسجد للبقر فالله عز وجل الرحمن صفة تشمل الجميع يرحم القاصي والداني المعترف به والذي لا يعترف به المؤمن والكافر في الآخرة لما تجتمع الخصوم يكون رحيما بمن آمن به علم؟ لهذا سبقت الرحمن الرحيم كما تسبق الدنيا الآخرة مشكور مشكور يساء مشكور جدا جدا الله يزيك الخير ويرفع قدرك فاصل ونعود إليكم بإذن الله فاطمة من إيطاليا تفضل يا فاطمة السلام عليكم وعليك السلام كيفك يا شيخ؟ والله الحمد لله والله الحمد لله أنا كثير فرحانة لإني قدرت أتواصل معك وأنا بكلمك وقلبي ينضد كثير من شدة الفرح الله يزيك الخير يا فاطمة والله يا شيخ أنا أحبك في الله ودعواتي لك بأن تحتويك الدنيا بالفرح في كل أمر وبأن ترعاك عين الرحمن لأبد الضهر وأن يبارس لك الله في أهلك وفي مالك ويرفع لك منزلتك وبين خلقي ويجعل خير في يومك وفي شائر أيامك إن شاء الله آمين والله حبك يا شيخ الحمد لله آمين يا فاطمة آمين يا شيخ أنا عندي طلب وعندي ثلاث أسئلة هي طلب الأول أن تدعي لي بالذرية صالحة الله يرزقك الذرية طيبة قولي آمين آمين يا رب العالمين آمين سؤالي الأول يا شيخ أنا وعاني من وسواس قهري الموت يعني في كل مرة عمل شي يعني يقول لي شيطان إنه لما تخلصي هذي يعني رح تموت ولا أقوم من النوم وشي وسوس لي في راسي إنه رح أموت ومت مع أني أنا الحمد لله مؤمنة بالله وباليوم الآخر طيب زين فاطمة يعني كل واحد رح يموت وكلنا رح يموت ربنا زين يا فاطمة جاك الوسواس متى آخر مرة جاكي يعني كل يوم يجي زين مت أنا لما أذكر الله وأستغفر الله يعني بثاني يا فاطمة يا فاطمة مت لا ما مت طيب وسوا ليه ما مت شفت كيف أنت تفكر الحين هي صح أنا مو ميتة أنت ما تتصل فيه من مقبرة من لاتف عمومي صح صح شفت عاد كيف صرت تتفكر الحين ما مت الحمد لله خالي الوسواس يروحي بس أليك سؤال كم مرة ركبت الطيارة وقلت يمكن أطيح الطيارة وصلت طاحت الطيارة لا ما طاحت بس أنت خفتي ولا أكلتي ولا شربت قاوة وتمتي خايفة وترتج فيه ويا رب نصل بسرعة وما استمتعتي بأجمل لحظات في الطائرة ما استمتعتي في ممر السعادة وانت سير الطيارة وما استمتعتي في الإقلاع ولا في الهبوط لأنك ترتج فيه خايفة صح أرتجف وقلبي يرتجف ولما أروح للدكتور يقول لي ما عندك شيء طبعا هذا ما عندك إلا وسوس أنا أرتجف في وزاة المخ بس ضبط بس أنت متي يا فاطمة أنا في رمضان أشتد علي العطش في يوم يعني كنت متعبة كثير واشتد علي العطش وكان راسي بيوجعني وأخذت شوية مية يعني راحق فيه شوية شروتي مع حقه هو لا لا بس مي أكيد اي وانت ليه بتبحك لا عليك يا فاطمة شو أسوي فيك لول ما كان راح يشتد علي العطش وذهبت لليوتيوب وقال شيخ يعني لو اشتد عليك العطش يعني افطروا لن بعد رمضان اقضي يا الله الصحابة كان عندهم تكيف صح؟ صح صح؟ الله يعدمني عدوك يا فاطمة أشوق ثوبة على الهوى الحين ولا أردح ولا ألطم يا فاطمة فاطمة الصحابة كان عندهم تكيف؟ لا لا ما كان تكيف زين كان عندهم مي بارد؟ لا زين كانوا يشتغلون في الزراعة ويشتغلون في الرعي ويشتغلون في الصحرة ويصومون ترى وش الصيام؟ جهاد للنفس تعطش وما تشرب تجوع وما تاكل انت والله عطشانة يلا أوكي يا رب توب علي هذا مو صيام هذا اسمه دلع هذا اسمه كيوت استغفت الله صح ولا لا يا فاطمة كنا نستغفر بس صح ولا لا كلامي؟ صح كل واحد عطش باكر يا فاطمة تأتي واحد تقول لك والله أنا رحت المول أتسوق للعيد اتعبت من المشي فأفطرت يا شيخ لني تعبانا واحد باكر يأتينا مهندس يقول والله أنا رحت الصايت نزلت من السيارة تركت التكييف شفت العمال اعطشت شربت يا شيخ شو رايك يا فاطمة؟ والله مو زين شفت عاد إذن أنت أذنبتي مو أفطرتي فرق أنت تعمدت الإفطار تقضي اليوم بالتوبة مع توبة واستغفار يعني أقضي اليوم بلا ما دفعت أفطارها تقضي اليوم قضاءا وتستغفري ربك وبالتوبة ويا فاطمة الله يرضى عليك مو كل مرة تعطشين تشربين أنت كم عمرك يا فاطمة؟ لا أول مرة يا شيخ زين أنت كم عمرك؟ 24 ما شاء الله صغير أنت هذا نضحك فيه على الولد سبع سنين ست سنين صمت العصفور تعرفيها صمت العصفور صح؟ نعم نعم نص نهار ونقول له روح أفطر يا ولد بس أنت ما يصلح 24 صح؟ فأنت بتغضي اليوم هذا وبالتوبين إن شاء الله إن شاء الله يا شكرا شو بعد يا فاطمة؟ شو مسوي مصيبة كمان؟ لا لا أفضل صدقة للميت سقي الماء والدعاء سقي الماء يعني كيف سقي الماء؟ يعني مثلا تحفرين له بير تتصدقين بماء تتكفلين بماء أتصدق بماء يعني أنويه لجدتي وأتصدق بماء تسقي أحفري له بير أحفري له بير بير لو ما كان عندي يعني عشان أحفر لها بير شو أعمل ما عندك شو فلوس تحفرين بير؟ نعم الدعاء تدعيلها هي نعم ادعيلها وتصدق بماء تاكله بس يعني أنت لو تصدق بالقليل أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقل علمتي إن شاء الله إن شاء الله لا تكلفي نفسك ما لا تطيق يا دين سهل الحمد لله شكرا شكرا يا شيخ شكرا الله يسر من الدنيا وآخرة آمين آمين حميد من الإمارات السلام عليك وعليك السلام والرحمة شيخ جيب حالك يا مرحبا شكرا بخير خير طال أمرك عندي ثلاثة سألة هي أول شيء أنا شخص عامل زراعة رأتين في أمريكا عامل زراعة رأتين زراعة رأتين نعم الله يشافيك ويعافيك وشافي جميع المسلمين كنا نتمنى نشوفك لو أنت في أمريكا كنت في لوسانجوز وكنت في سان فرانسيسكو لكن سبحانظة القدر ما حكم أن نشوفك والله لو بلغني لأجيك الله يخليك والله العظيم حنا زرنا زرنا ماي كلينك نعم ماي كلينك زرناها ولو خبرتني والله أجيك ما عندنا شيء كنت أتابعك في السناب وعايش الأجواء الجميلة كنت ماشاء الله حلوة أمريكا نعم شيخي عندي ثلاثة سألة نعم السؤال الأول أنا أخذ أدوية أربع مرات في اليوم اللي هي أدوية الرفض نعم وعدنا مثل يقول لك ربط صبعك وألف واحد يعطيك دواء نعم ألف مفتي طالي عمرك اللي يقول لك لا لازم تصوم واللي يقول لك لا تصدق واللي يقول لك يعني عيش صراحة ايها بعد قلبي والله هاش أعرفي ربط صبعك والف واحد يعطيك دواء هذي ترعي هذي يعطي فمش عارف يعم طالي عمرك اسمع اسمع نعم طالي عمرك نعم الأطباء شو قالوا لك الأطباء في أمريكا يعني عارفوا أني أنا مسلم وأني أصوم هم قالوا للأسف أنك ما بتقدر تصوم لا تصوم خلص ارفع ارفع لا تصوم نعم بس لا تصوم إذا أنت تدفع عن كل يوم مسكين إذا كان مما يرجى شفاءك بإذن الله مع الزمن تستغني على الأدوية مدى الحياة دكتور تستغني عنها مدى الحياة استغنى ما تقدر تستغني عنها مدى الحياة تطعن عن كل يوم مسكين بس خلص نعم يا سيدي الذين زرعوا لك الرئة هم أهل الصنعة وأهل الاحتراف في هذه المسألة نعم أصدقهم أنا أو لا أصدقوا واحد ما يعرف يزرع الرئة أوه لا أصدقهم طبعا أهل أهل الصنعة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما رأهم يلقحون التنقل ولم تفعلوا الصلح قال صلى الله عليه وسلم أنتم معلم بأمر دنياكم لم ينظل لا لإيمانهم ولا لكفرهم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم والذين زرعوا لك الرئة هم أعلم بأمر دنياهم إذا هم ما لي علاق أنا هو أنت تحس بالدكتور بعض الناس شو يفكر أنا أقول لك يا حميد بعض الناس يفكر والله سامعني حميد أعطوني الكاميرا أيوة بعض الناس شو يفكر يقول لك هذا الدكتور يا الشيخ مش مسلم فشو يسوي أنت مسلم لا 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 تصوم خلاص وقعت في جنة شو تفكير هذا صحيح صحيح والله بعض الناس هذا كهكذا ظنهم للأسف لا لا هم أعلم بأمر دنياهم قالوا لك بالحرف لا تستطيع الصيام صح نعم ويضر عليك نعم لا تصوم لا وإذا صمت أنت حكمك حكم المنتحر إذا صار لك شيء حكم حكم من قتل نفسه حكم من آذى نفسه ولا تقتلوا أنفسكم نعم الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا صح نعم أو على إيه أو على سفر شو قال بعدها فعدت من أيام إذن الله عز وجل يقول لك ترى أنت مريض لا تصوم ربنا يقول لك المريض لا يصوم هو الله عز وجل فرض الصيام عشان يعذبنا ترى لو أراد التعذيب لفرضوا على الصائم والمسافر بس هي عبادة والعبادة تحتاج روحانية ولدة وإقبال فلهذا الطبيب قال لك لا تصوم لا تصوم أبدا وإياك أن تصوم تدفع عن كل يوم مسكين وانتهى الموضوع ولا تربط إصبعك حتى ما تسأل ألف حد تذكر عن لعبك يا شيخ طبعا لما أصلي أصلي وأنا واقف إلا وقت السجود ما أقدر أسجد أسبب لي الضغط على الرأة يعني من أسجد يكتب نفسي فأسجد وأنا يغلس بس وقت السجود أما الصلاة كام الحمد لله أديها وأنا واقف صلاتك صحيحة وإياك أن تبالغ في السجود نعم إياك هذا الأمر حتى يرجع للطبيب يعني بمعنى آخر إذا شفت أنت هكذا ضر نفسك لا تسجد هكذا كثيرا أو مئ فقط خفيف نعم وانتهى لا تكلف جسدك فوق طاقته لأن أصبحت هذه ليست عبادة أصبحت مشقة وتعذيب والله لا يريد هذا نعم سؤال فقط على أمرك نعم أروح أمريكا مراجعات نعم هل لما أوصل لأمريكا أصلي الصلاة كاملة أو أجمع وأقصر أجمع وأقصر لأنك مسافر أجمع وأقصر طبعا أجمع وأقصر كم تجلس في أمريكا أنت؟ والله لا أعرف يعني أنا أوصل هناك على أساس سبوعين تسحب شهر مثلا ثلاث شهر أقل مدة عدت ثلاث شهر وأنت في المستشفى كنت أرجع المستشفى سبوعيا ثلاث أربع مرات أنت حكم المسافر نعم أنت حكم المسافر نعم إزاك الله خير ونشوفك إن شاء الله المرات رياي في أمريكا آمين إن شاء الله ما تحتاج أمريكا وتتعافى آمين إن شاء الله والله يشافيك ويعافيك وإسأل الله عز وجل يرزقك السرور والسعادة آمين جميعا يا شيخ إزاك الله خير أبا سلطان تفضل من السعودية السلام عليكم وعليك السلام والرحمة يا أبا سلطان فالعام طيب يا شيخ وانتم طيبين يا أهل المملكة من محبينك في الله يا شيخ من المتابعين لهذا البرنامج الجميل الله يزيك الخير يا أبا سلطان يا شيخ عندي استفسار في المسبة لعمرك إلى قاعات الأفراح المناسبات هل الاستثمار فيها جائز ولا في شبهة ولا في محظمة موضوع أنت بارتي للشياطين ولا بارتي لنكاح وعقد نكاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنصار يحبون الله صح أو لا صحيح أين الحرام فيها يمكن تؤجر عليها لأنك أنت تعين على جمع الناس وفرحة الناس وعقد نكاح الناس شيخ وسيم أنا يعني كذا شيخ حصلت لهم أراء يقول لك أن فيها يعني مثل أغاني وفيها وفيها كذا يا شيخ وصراح أني ما أدري بقول لك شوف الأغاني مسألة مختلف فيها من العلماء قال حرام تسمعها وأنا كلمة حرام كبيرة هذه كلمة حرام يعني كبيرة بالنسبة لي وبعض العلماء قال ما يوجد نص والأحاديث التي وردت ضعيفة فهي مسألة مختلف فيها علمت هذه مسألة فالراجح من أقوالها العلم أن الموسيقى والغناء وغيره ينزل منزلة الشعر كيف إحنا نسمع الشعر نستلذ به كذلك الغناء ينزل الكلام الباطل مرفوض وحرام والكلام الغير باطل ليس بمرفوض ولا بحرام فهذا ليس معناه أقوم أنا بتحريم صالة المناسبات كاملة صالة المناسبات والأفراح لا شيء فيها واستثمار فيها طيب الله يزاك خير فيه سؤال ثاني أكيد حالسريعي ممكن نعم حالسريعي يا شيخ أنا كنت نعم كنت طال عمرك قبل وأنا عمري صغير في السنة في عشرين سنة أخذت بنك وأنا موظف حكومي أخذت بنك من البنوك استريت سيارة شريت لا مش سيارة شريت مثل أرزة وحديد لا شوف ما شوفت الشيء هذا وضعوني على ورق وصرفوا لي انت شريت وبهت هل هذا في ربا يا شيخ؟ لأني الآن أنا بقول لهم مبلغ ومعهم على خلاه قلت هذا ربا هي أنت كيف تشتري شيء ما شفتك؟ كيف تشتري شيء ما شفتك؟ أنا جاهل أيام لا أعلم شيء احتالوا عليك احتالوا عليك خلص ويتوب الله على منتاب وضعوا لنا لا ويتوب الله على منتاب يا أبا السلطان الله غفور رحيم بقلهم يا شيخ الآن بقلهم مبلغ جزء بسيط مثلا أنا أشان ما أدخل في الحرام ايه شو؟ برجع لكم المبلغ لو أنت ما رجعت المبلغ هل يترتب علي السجن وعقوبة وكذا واب ايه نعم رجع المبلغ هم يحدثوني بالشيدة رجع المبلغ وكفى الله المؤمنين القتال فإن تبتم فلكم روس واموالكم رجع المبلغ الله يجزاك خير يا شيخ وكثر من أمثالك والله أنا من المتابعين المتابع البرنامج الوحيد على القنوات الضضائية برنامج الله يسعدك يا أبا السلطان ويشرح صدك وأنك شكر وكل عام من طيب يا شيخ وانت طيب وانت بخير وعافي يا أبا السلطان ويسعدك يا رب نعم أم عبد الله من الإمارات تفضل يا أم عبد الله السلام عليكم يا شيخ وعليك السلام مبروك عليك رمضان ما تبقى مننا يا شيخ وكل عام أنت بخير وانت بصحة وسلامة انت مالنا ما تتبين احين يشوفك يا أبو ظبي أبو ظبي يوديك لواحد ما شيء فارك أنا عشق دبي الله يطول عمرك كلهم ترهم عيال زائدة الله يطول عمرهم وعيال خليفة بن سعيد الله يرحم ويخبر له الله يرحم شيخ عندي سؤال يمكن هذا السؤال عندي بنت معاقة تعاني من الصرع وتعاني من التخلف العقلي نعم عمرها 29 سنة ما تصوم نعم لأنها ما تدرك غير مكلفة غير مكلفة هل يسوي أنا أصوم عنها شيء؟ ما مجوز الله يقول لك ما هي مكلفة ربنا رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ربنا يقول لك ترى ما عليها حكم ما عليها أي غير مكلفة بشيء قولي أنتي لا يا رب أنا أصوم عنها الله يقول لك ترى أنا ما أكلفها يعني مثلا أقرب لك المعنى أنا مثلا عندي مشروع تجاري أقول لك بنتك ما تدفع للألف درهم خلاص تدخل بدون ألف درهم مثلا مدينة ملاهي وتقول لك أنا أدفع عنها أقول لك زين هي ما عليها أنا أدخلها مجانا وأقول لك أنا أدفع عنها شو أقول عنك يزاك الله خير يا شيخ عرفتي فما عليها نعم نعم يزاك الله خير يا شيخ حل نطلع عنها صداقة يا شيخ اختي ما عليها شيء مرفوع عنها القلم نعم خلاص مرفوع عن القلم يزاك الله خير الله يطول عنك لا تطلعين عنك خلك دومك خلك دومك يا النساء يحليلهم لأنهم متوايد مضرومين فالرجال دومهم ظلمين آه عشان لهذا الرجال ما يحبوني ترى لا يحبونك ما عليك يتمسكنون لك شوي شوي يا شيخ يشدون ويطلعون من طرف الشاشة نعم رمضان كريم كفاية العملاق وياك يعني الله يسعدكم إن شاء الله يزاك الله خير يا بوي الله يطول بالنسبة للصدقة والد تقصدين أتصدق عنها عشان الله يعطيها حسنات وكذا صح؟ لا أنا أقصد الصدقة أطلع عنها الصع صعين الصع صعين بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن هذا غير مكلف ما علي ما علي هذا غير مكلف فاطمة إني علمتي فإن أخرجتيها لأن هذا مقام خيار فلا بأس جزاك الله خير فإن أخرجتيها عنها علمتي لأنها أصلا هذه زكاة الفطر هذه الصائم مما يشوبه من أخطاء من كذا كأنها عملية ترميم علمتي لكن هذه مرفوعة عنها القلم وما صامت ولا تفيق فبعض العلماء قال ما عليها هي حتى أنا صوم شيخ لين الساعة لا ولا تصومي حرام عليك وتقول خلاص أدنى أدنى حين لازم أنا أأكل لا لا تصومي حرام أرفوع عنها القلم فإذا أنت تريدين تطلعي طلعي وما تريدين ما عليك شيء إن شاء الله لا المقدرة موجودة إن شاء الله أنا كل سنة أطلع بس أنا بخاطر أصوم عنها لا يستوى لا تصومين عنها الأمر فيه سعة والتي لا تصومين عنه في دعاء عندي الله يطول عمر الشيخ بحمد بن زايد يا رب العالمين وشيوخنا كلهم والشيخ بحمد بن راشد يا رب ويعوتهم على هالشهر المبروك ويجعلهم من قايمينه وصايمينه يا رب العالمين ويجعل الله يا شيخ انتوياهم يا رب العالمين الله يساعدك الله يطول عمرك يأتيه في ذاك الله نلتقي بعد شهر كل عام وأنتم بخير استودعكم الله فاض ذكر الله أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه واشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبيه والقرآن بالرحيق العلم والإيمان اشتركوا في القناة